حديث حول الاقتصاد المصري وما ينتظره في مرحلة حاسمة كهذه المرحلة التي يمر بها معنا من القاهرة الدكتور خالد نجاتي وهو رئيس جمعية المصرية للإتمان وإدارة المخاطر مرحبا بك دكتور خالد أهلا وسهلا بس تصحيح أنا رئيس مجلس دارة شركة متروبوليتن للإستجارات الجمعية تتمنى مخاطر كالفترة سابق أعتذر منك دكتور خالد سبا للنفق الذي دخل به هذا الاقتصاد في المقابل إذن التصريحات حول أداء البورصة في يوم عصيب يوم 30 يونيو رغم ذلك البورصة تصرفت بشكل خالف التوقعات هل تتفق مع السيد عاطف الشريف على هذا الموضوع؟ طبعا أتفق معي أن البورصة يوم 36 كانت مفاجأة إلى حد كبير ولكن أعتقد أن البورصة ستتماسك خلال الفترة القادمة لأن المؤشرات كلها إيجابية لا مؤشرات الشرع كلها إيجابية مؤشرات المستثمرين كلها إيجابية ولكن يبقى نقطة واحدة أهمة جدا وهو أن المستثمرين بيبعدوا عن البورصة في حالة عدم التبات السياسي والأمني اللي بتمر بها البلد في الوقت الحالي ولكن أعتقد أن هذه الفترة لن تطول وإذا حصل إخفاق في البورصة خلال الأيام القليلة القادمة أعتقد أنه بعدها مباشرة هترتفع المؤشرات بصورة إيجابية بإذن الله حتى من ضمن ما ذكره الضيوف في التقرير فيما يتعلق بالاستثمارات التي دخلت إلى السوق إلى حد ما كانت استثمارات على شكل ودائع هل برأيك ما مر من عام على الأداء الاقتصادي الحكومي كان فاشلا ولم يستطع أن يقدم تبريرا مقنعا للمستثمرين ربما لأن يضخوا مزيد من الأموال طبعا أنتفق بالتأكيد لأنه ما حدش يقول أن الميت يوم الأولى كان أي رئيس يجي في مصر يقدر يغير مؤشرات من سلبية الإيجابية في ميت يوم دي أحلام ولكن ما حدش حاسب الرئاسة على الميت يوم الأولى ولكن بعد مرور سنة وعام كامل حتى الوعود اللي توعد بها الشعب أنها تتحقق في أول ميت يوم ما تحققتش بعد عام كامل فكان لابد طبعا أن الشعب المصري هينزل ويقول رأيه في الشارع لأن الاستثمارات اللي داخلت حرير كفاندم كلها ودايع من دول أجنبية قابلة للاسترداد وبتحط عبق على الأجيال القادمة فالنهاردة الاستثمار لازم ينبع من الداخل وعشان أي استثمارات تنبع من الداخل يجب حل المشاكل الداخلية وأهمها الثبات السياسي والأمني ما ينفعش كل شوية غير حكومة غير وزراء ما ينفعش أجيب وزراء توجد خطة اقتصادية يعني دكتور خالد يعني من الصعب فعلا مع هذه التغيرات المتواصلة بالنسبة للحكومات المتعاقبة أليس من الأفضل ألم توجد أي خطة اقتصادية على الأقل في خطة تستمر يقولون هناك خطة مثلا خمسية هل نصفت كل الخطة السابقة وبدأنا بخطة مشوشة حتى ما هو المشكلة أن فيه ملفات هامة جدا زي ملف الكهرباء على سبيل المسأل إحنا فيه عندنا عجز من 3 ل 5 جيجا عجز في الكهرباء في وقت الزروة ولكن حتى هذه اللحظة إحنا المفروغ كان يتم الإعلان عن إنشاء محطات كهرباء جديدة أو على الأقل خطة بإنشاء خلال فترة معينة عشان تغطي هذه الجاب أو العجز 3 ل 5 جيجا ولكن حتى على سبيل الكهرباء لكل شوية كهرباء بتقطع عن الشعب ما فيش حتى خطة وضحة معلومة للشعب أن خلال سنة هيتم إنشاء محطات كهرباء الشعب المصري يستطيع التحمل الشعب المصري بيتحمل المشاكل وبيعيش في مر بمشاكل أصعب من كده بكثير ولكن يكون فيه خطة وضحة مشكلة أن ما فيش خطة وضحة الشعب قدام ويقدر يحكم عليها وبعد سنة المشاكل زي ما هي وبتسوء نعم طيب ماذا لا نفرض خلينا نشوف السيناريو فيما يتعلق إذا ما تنحى الرئيس وهناك حكومة جديدة ما الذي يمكن أن نراه يعني بداية هل برأيك يعني هناك مطالبة أو في خطة معينة بالنسبة للناس أو بالنسبة للقادة الذين يقودون هذا التحرك هل هناك خطة اقتصادية سوف تلملم الأوضاع في حال تنحى الرئيس طبعا ده سؤال هم جدا في حالة تنحي الرئيس مرسي أنا أعتقد أن لابد من تفعيل قانون دستور عام 71 اللي هيمكن سيد رئيس المحكمة الدستورية العليا من قيادة البلاد على الأقل من مدة 6 شهور لمدة سنة كاملة يتم في خلال هذه السنة تفعيل دستور جديد يتواكب مع كافة الأطياف السياسية ويأخذ الاقتصاد بعين الاعتبار ماذا عن رموز الحكومة ماذا عن الوزراء ربما قد لا يكون هناك رضا يعني باتبار أنه في بعض الوزراء أيضا قدموا استقالتهم والله أنا أختلف نحن ضد التعميم في سادة وزراء ليهم دور والشعب حاسس ليهم دور واحد زي وزير الاقتصاد المؤنس حاتم صالح أين بدور أعتقد أن الكثير ما بيعترضش على أداءه الأستاذ باسم عودة في بعض الأحيان كثيرة أنا أتعجب من واحد زي الأستاذ أسامة صالح وزير الاستثمار اللي كان رئيسها أرعام الاستثمار ويطيحوا به ويجيبوا وزير الاستثمار جديد في وقت حالك المصر محتاج فيها ثبات في ناحية الاستثمارية يعني وبرأيك البورصة المصرية هل من الممكن أن تتابع أعمالها أمسا توقع إيقاف أعمالها في هذه المرحلة لا طبعا ما ينفعش بورصة توقف البورصة توقفت بتدي إشارة سلبية جدا عن الاقتصاد المصري وللمستثمرين ما فيش مستثمر هيستثمر في بورصة لم يليها شغالة يوم وأفل أسبوع ما ينفعش طبعا نعم أشكرك دكتور خالد نجاتي وأنت رئيس مجلس إدارة متروبوليتا للاستشارات المالية على هذه المشاركة المشاركة